تخصيص الكرش بسرعة باستخدام مكونات جد سهلة وبسيطة هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم حبيباتي وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة جد سهلة وبسيطة ومجربة لتخصيص البطن وإزالة الدهون في مدة قصيرة جدا ستحتاجيناك مكون أول في هذه الوصفة الخاصة بإزالة دهون البطن إلى زيت جوزة الهند بمقدار اثنين معالق كبيرة فهذا الزيت أي زيت جوزة الهند من الزيوت المفيدة جدا في إدابة الدهون بسرعة جدا وذلك لأنه يعمل على تحفيز الجلد على التخلص نهائيا من الدهون وكذلك الرفع من السعرات الحرارية وبالتالي التخلص من الدهون المتراكمة في أمكس أما المكون الثاني الذي ستحتاجينه في هذه الوصفة فهو القهوة أو البن فالقهوة معروف عليها على أنها جد مفيدة في التخلص نهائيا من مشكل دهون وخصوصا الدهون المتراكمة على مستوى البطن وكذلك هذه الوصفة ستساعدك على التخلص نهائيا من مشكل السيلوليت وذلك لأنها تحتوي على مكون البن أو القهوة فهو معروف على أنه له فعالية عالية في التخلص نهائيا من مشكل السيلوليت وستحتاجينك مقدار من القهوة أو مسحوق البن في هذه الوصفة لتخلص نهائيا من مشكل البطن أو بروز البطن إلى ثلاث معالق كبيرة من مسحوق القهوة أما المكون السحري أو الفعال جدا في تخصيص البطن وإذابت الدهون فهو عصير الفلفل نعم فالفلفل معروف عليه على أنه جد مفيد في التخلص نهائيا من الكرش أو بروز البطن وذلك لأنه يعمل على تحفيز الجسم على حرق المزيد من الصعورات الحرارية وبالتالي التخلص من الوزن الزائد وكذلك من دهون البطن وستحتاجينك مقدار من عصير الفلفل في هذه الوصفة إلى ثلاث معالق كبيرة من عصير الفلفل فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لكي أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأخذ إناء ثم تضعين مسحوق البن أو القهوة وكذلك عصير الفلفل وزيت جوزة الهند وتقومين بخلط هذه المكونات حتى تصبح الوصفة على شكل عجينة متجانسة بعد ذلك تقومين بتطبيقها على منطقة البطن وتتركينها لمدة ساعة بالكامل قبل غسلها بالماء الفاتر تكررين هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع إلى أن تتخلصين نهائيا من مشكل بروز البطن أو دهون البطن باستخدام ثلاث مكونات فقط كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بتخصيص الكرش بسرعة باستخدام مكونات جد سهلة وبسيطة أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك والسفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته